فاستحضر سلسلة من حديد جاب سلسلة من حديد وطلب أن يشد بها إلى سارية من سوار المسجد السارية في المسجد معروفة مثل عضاة الأخوان الكرام اللي مدورت وهو واقف على قدميه ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حياكم الله هل تعرف الصحابي أبو لبابة رضي الله عنه أكيد أول مرة تسمع بهذا الصحابي الجليل نحن نعرف فقط الفنانين ونعرف لاعبي كرة القدم أمثال ميسي ورونالدو إلى آخره لكن هل سبق وأن تعرفت أو سمعت بخبر هذا الصحابي الجليل وكيف أن الله سبحانه وتعالى أنزل فيه آية كريمة تتلى إلى يوم القيامة هذا الصحابي الجليل في السنة الثانية من الهجرة عندما خرجت قوافل الحجاج من مشركي يثرب ميممة وجهها شطر مكة تريد الحج وكان في صفوف هذه القوافل المشركة سبعون رجلا وامرأتان قد اعتنقوا لإسلام ولكن في السر وأقبلوا على مكة وهم يريدون رؤية رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام فقد آمنوا به قبل أن تكتحل أعينهم بمرآه وما إن وافوا مكة يعني وصلوا إلى مكة حتى وعدوا الرسول عليه الصلاة والسلام على لقاء سرا في ثاني أيام التشريق أمتى أيام التشريق؟ في يوم عيد الأضحى المبارك وكان موضع اللقاء عند الجمرة الأولى من ميناء بس أمتى كان وقته؟ كان وقته في الهزيع الأخير من الليل يعني الثلث الأخير من الليل خوفا من أن تعلم قريش بهم فالليل ستار والدنيا نائمة إلا قلوب المؤمنين فهي يقظ دائما بالذكر الله سبحانه وتعالى وهناك سعد المؤمنون السابقون من الأنصار بلقاء نبيهم صلى الله عليه وسلم في نجوة من قريش يعني بعيدا عن نظرها لقريش وهناك أيضا بسطوا أيديهم إليه وقالوا بايعنا يا رسول الله فنحن أهل الحروب وأهل السلاح ورثناه كابرا عن كابر ثم بايعوه على أن يمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم ونساءهم وأبناءهم وأن يرحل إليهم هو وأصحابه وكان في طليعة المبايعين من بطل قصتنا اليوم هو الصحابي أبو لبابة رفاعة بن المنذر هذا اسمه وقبل أن ينفض هؤلاء المؤمنون المبايعون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختار من زعمائهم اثني عشر رجلا جعلهم نقاباء عليهم وكان في جملة النقاباء أبو لبابة ثم أذن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بالهجرة فيمم وجهه شطر المدينة ومعه صفيه وخليله وصاحبه سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه فما إن واف الرسول صلى الله عليه وسلم مشارف يثرب حتى زحفة المدينة بأجمعها كلها لاستقبال نزيلها العظيم والترحيب بنبيها الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكان أبو لبابة في طريعة المستقبلين المرحبين ومرت الأيام وأرسيت قواعد دولة الإسلام أسست يعني وأذن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بالجهاد وعزم الرسول صلى الله عليه وسلم على لقاء المشركين في بدر فلما فصل جيش المسلمين عن المدينة متوجها للقاء عدوه وعدو الله كان في الجيش أبو لبابة وهو يتشوق إلى الجهاد ويمن النفس بالاستشهاد يعني يتمنى أن نروح يستشهد في هذه المعركة ولكن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه رده من بعض الطريق وأمره بالرجوع فأذعن أبا لبابة للأمر وعاد أدراجه وفي النفس وصة وفي الفؤاد حسرة يعني كان رايح ولكن ما بنفسه أن نروح ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أمر أمرا وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام لا يرد فطيب الرسول صلى الله عليه وسلم خاطره وضرب له بسهم ووعده الأجر فكان كمن شهد بدرا ظل أبو لبابة مخلصا لربه وفي بالبيعة التي بايعها لنبيه صلى الله عليه وسلم حتى كانت غزوة بني قريفة حيث كبى جواده كبوة ما كانت تخطر له على باله وزل زلة ما كان يتخيل أنها تصدر عنه ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام توجه بعد غزوة الخندق إلى بني قريفة ليؤدبهم جزاء نكفهم بعهدهم وخيانتهم له وغدرهم بالمسلمين فأطبق على حصونهم من كل جانب وأحاط بهم إحاطة القيد بالعنق فلما اشتد عليهم الحصار بعثوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يفاوضونه على الاستسلام ويشترطون لأنفسهم بعد الشروط عملوا للرسول عليه الصلاة والسلام نحن نستسلم بس أنه شروط فآبى النبي عليه الصلاة والسلام أن يقبل منهم أي شرط منهم بني قريفة هم يهود بني قريفة وأمرهم أن ينزلوا على حكمه مهما كان قال لنا الرسول عليه الصلاة والسلام أنه استسلام وبتنزلوا على شرطي أنا اللي بديه لو شو ما كان وكان قد حكم على مقاتليهم من الرجال بالقتل وهم لا يعلمون حكم على الرجال بأنه ينقتلوا فبعثوا إلى الرسول صلوات الله وسلامه عليه يقولون ابعث لنا أبا لبابا نستشيره وكانت بينهم وبين قوم أبي لبابا محالفة في الجاهلية فلما جاءهم أبو لبابا التف حولهم النساء والأطفال يبكون وينتحبون النساء وقام إليه الرجال يعني يسألونه أترى أن ننزل على حكم محمد يا أبا لبابا فقال نعم ولكنه أشار بيده إلى حلقه ليعلمهم بذلك يعني بأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد حكم عليهم بالذبح قال أبو لبابا فوالله ما زالت قدماي من مكانهما حتى عرفت أني قد خنت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأسقط في يدي فما أدري كيف أخرج من سخة الله سبحانه وتعالى لم يأتي أبو لبابا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما انطلق على وجهه إلى بيته ما راح عن سيدنا النبي بن نوب هما الحال راح على بيته فاستحضر سلسلة من حديد جاب سلسلة من حديد وطلب أن يشد بها إلى سارية من سوار المسجد السارية في المسجد معروفة مثل عضاة أخوان الكرام اللي مدورة وهو واقف على قدميه ثم قال والله لا أحل نفسي ولا أصيب طعاما أو شرابا حتى يتوب الله علي أو أموت فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الحالة وعرف ما كان من أمره قال أما إنه لو أتاني لستغفرت له ولكنه قد فعل فلست أطلقه حتى يطلقه الله ظل أبو لبابا على حاله هذه أياما حتى ضعف جسمه ووهن عظمه وخارت قواه ثم تلتها الأيام حتى أصيب فيها سمعه فما عاد يسمع إلا قليلا وزاغ فيها بصره فما عاد يبصر إلا يسيرا وكانت له بنية تأتيه باكية كان عنده بنية تأتيه باكية منتحبة فتحل وثاقه عند كل صلاة ثم تعيده إلى سلسلته بعد ذلك قضى أبو لبابا ستة أيام بلياليها مجدودا إلى سارية المسجد حتى جاءه الفرج من السماء عند سحر الليل في الليل السابعة وكان ذلك في بيت أم سلم رضوان الله عليها قالت أم سلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند السحر وهو يضحق فقلت مما تضحك يا رسول الله أضحق الله سنك قال صلى الله عليه وسلم تاب الله على أبي لبابه قلت أفلا أبشره يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم بلى إن شئت فقامت أم سلم على باب حجرتها وذلك قبل أن يضرب الحجاب على نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا أبا لبابه أبشر فقد تاب الله عليك قالت أم سلم فثار الناس إليه ليطلقوه بدون فكوا وثاقوا فقال لا والله حتى يطلقني رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فلما خرج الرسول عليه الصلاة والسلام أطلقه بنفسه ليس في وسع أحد أن يقدر فرحة أبي لبابه هل أنت سمعت ويزوز فرحت أو قليل ممكن ما فرحت لكن فرحت أبو لبابه بتوبة الله عليه إخواني الكرام تصور بهجة الفرح أن الله سبحانه وتعالى ينزل آية كريمة في هذا الصحابي الجليل فقد ظل منذ ذلك اليوم يقرأ قول الله تعالى الذي نزل فيه بسم الله الرحمن الرحيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم وكان كلما قرأ ذلك فاضت عيناه فرحا بتوبة الله عليه وتوفي عن عمر يناهز الثمانين في زمن خلافة سيدنا علي بن أبي طالب فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينبهنا عن نومة الغافرين ونسأله سبحانه وتعالى أن نمشي على ناجي صحابته ونسأله سبحانه وتعالى أن يحشرنا تحت رواء سيد المرسلين لا مغيرين ولا مبدلين ودعواتكم أن الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم وحسن الله إليكم والسلام عليكم اشتركوا في القناة